وأما المثال الآخر داعية عظيم القدر نحسبه كذلك أيضا والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا قل نظيره وأنا حقيقة أعرفه من 31 سنة وما جلست إليه قط إلا جلسة التلميذ الصغير أمام المعلم الكبير وأنا ما أقول هذا تواضعا كاذبا لا 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 هذا ليس من شأني يعني أنا أقول ما عندي ومشي ما هذا هو الحق وما استصغرت نفسي قط عند أحد من أهل العصر وما احتقرت عملي قط استصغاري نفسي واحتقاري عملي أمام هذا الرجل الذي عمل لله تعالى 34 سنة في إفريقيا أظنكم عرفتموه نعم الطبيب العظيم عبد الرحمن السميتس هذا رجل عظيم ما عرفه قومه ولا عرفته أمته هذا الرجل أعرفه من 31 سنة وأعرفته هنا في الحج جاء عندنا في المخيم سنة 1404 يعني 84 وأثر فينا تأثيرا غير طبيعي الرجل ليس بليغ الكلام لكنه بليغ الفعال وهذا أهم بكثير من بلاغة الكلام قال هو يحكي لكل الذي أذكر لكم الآن وأختم بي حتى لا أطيل عليكم هو الذي ذكره لي أنا ما نقلته من وساطة ولا قرأته في كتاب منه مباشرة كم جلست إليه وأفتخر وأعتز بهذا الجلوس وأعده نعمة الله علي قال أنا درست طب في بغداد سنة 92 للهجرة ثم ذهبت إلى بريطانيا والدراسات العليا في الطب هناك سمعت بمؤتمر جرى في أمريكا في كولورادو وسمعت بي أنا مدة طويل سمع به كثيرون لكن أنظر فارق بين سماعي أمثالي وسماعي أمثاله ذاك المؤتمر عقد في كولورادو في أمريكا عام 1398 ولمن ضيع التاريخ والهجري وتاريخ عزه وحضارته بالنصراني سنة 78 اجتمع رؤوس الضلال في العالم برعاية الفاتيكان وقرروا ما إن تأتي سنة 2000 يعني بعد 22 سنة من ذلك التاريخ تاريخ اجتماعهم إلا والقارة الإفريقية السوداء نصرانية بالكامل وألقوا بثقلهم ووضعوا خططهم وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وجاءوا بأموالهم وهي أموال عظيمة سمع الصميط كما سمعنا لكن ماذا كانت النتيجة قال ذهبت إلى كويت ومنها غادرت إلى إفريقيا سنة 41 واحدة وثمانين يعني واشتغلت وعملت كذا وكذا أنا عارف ماذا يصنع عارفه تماما يتكلم معي طويلا هو زرته بعد 27 سنة في الكويت كان عندنا مؤتمر في الكويت مبرت آل البيت فسمعت أنني سمعت مريض في المستشفى فاتصلت بابنه وقلت له أريد أن أزور الوالد فستأذن لي سأذن قال تفضل ذهبت وجدته في غرفة كبيرة فيها خمسة أسرة والرجل ما ارتاحت نفسي لا للغرفة ولا للمستشفى ولا الرجل عنده عدة جلطات عفان الله وإياكم سكر يصي إلى أربعمائة نظارته مثل قعر الفنجان لما دخل الصليبيون إلى العراق خفى لنجدة أهله كما هو شأن المسلم أتى بالطعام شاحنة كبيرة طعام والدواء وهو طبيب انقلبت الشاحنة كسر ظهره بقي سنة على ظهري حتى خيف عليه الشلل قريب من السبعين رجل عذره الله من كل وجه كما ترون قال لا قلت لو دعني أنقلك إلى مستشفى آخر هذا أنا ما ارتحت له المستشفى قال لا ولا آذن لك ولولا منزلتك مني ما أخبرتك أني هنا وأنا ما أخبرت أحدا من أهل الكويت ما كان معنا أحد والكلام الذي قاله لي إن شاء الله وصله لكم كما هو بدون زيادة وعلى نقصان ورجل عندي في نفسي أنا أوثق وأوثق مني في نفسي قال لي التالي قال لي يا محمد اليوم بعد 27 سنة عمل في إفريقيا أسلم على يدي خمسة ملايين ونصف مليون الله أكبر الله أكبر نعم اسمعوا الرقم أنتم بنيت خمسة آلاف مسجد الله أكبر خمسة آلة يأتي القيامة في صفحتي خمسة آلاف مسجد الله أكبر حالوا بنين مسجدا واحدا لا فرحنا بها شد الفرح من بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطاع حيوان الصغير هذا جحر الحيوان الصغير بنى الله له بي بيتا في الجنة كيف هذا يأتي القيامة في صفحتي خمسة آلاف مسجد لا إله إلا الله قال حفرت سبعة آلاف بئر سبعة آلاف بئر بعضها ارتوازي أكثرها ارتوازي في مناطق شديدة الجفاف ألف خمسمائة متر تحت الأرض هل هذا فقط لا لا هذا جزء من عمله الجزء الأعظم أن الدول التي عمل فيها عمل في أربعة وثلاثين دولة إفريقية سوداء أربعة وثلاثين تصور الرقم أنت هذه الدول أكثرها مسلمة وحاكمها نصراني والوزراء أكثرهم نصارى كيف لأن المسلم المسكين لا يجد من يأخذ بيده لينتهي من الثانوية دعاك الجامعة ودراسات العليا فذاك حلم بعيد المنال والنصراني يجد من يأخذ بيده ورسله إلى الغرب يعود دكتورا فوزيرا في بلاده ماذا فعل الصميت فعل الأبطال الذين لا يستسلمون ولا يأسون ولا يتوقفون بنى كليات في تنزانيا وزنجبار وكينيا وادخل أولاد المسلمين أخذ الموهوبين أرسلهم إلى الغرب عادوا دكاترة عادوا وزراء في بلادهم رأيتم العمل في مؤتمر وزراء ومات هذه السنة رحمه الله أوائل السنة كان في مؤتمر لوزراء خارجية العالم الإسلامي في الكويت أظن وزير خارجية ملاوي أظن طلب زيارة قبر الصميت دلوه عليه ذهب زاره زيارة شرعية وعدت لما صنعت ذلك قال أنا أحد الأيتام هذين كفلهم الصميت صغيرا وقد كفل خمسة عشر ألف يتيم أحد الأيتام هذين كفلهم الصميت صغيرا عني بي حتى كبرت سرت دكتورا فوزيرا في بلادي الله أكبر وهكذا يصنع كان عمل إذاعات بلغات إفريقية مختلفة اشتغل ليقارع من الفاتيكان والفاتيكان دولة عليكم السلام من أفتك دول الأرض وأشدها تأثيرا في السياسة العالمية وتوجيها وإن زعموا غير ذلك أنا قرأت إحصائية من سبعة عشر عاما تقريبا سبعة عشر عاما انظروا كيف زادت الأرقام الآن وأنقولها لكم كما هي ما هو الفاتيكان هذا عدد المنفرين الذين يدعونهم بمبشرين ثلاثمائة ألف يقبضوا الرواتب غير جيش من المتطوع لا يعلمه إلا الله عندهم في الأرض مائة وخمسة وأربعون سفيرا مفوضا فوق العادة وقل دولة من دول العالم الإسلامي تجتاز حاجز المائة السفيرة أي دولة كبرى من يجتاز حاجز المائة السفير أصلا وهذا ما هو سفير لا 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 سفير مفوض فوق العادة عندهم في الأرض ألف وخمسمائة مطار مدني وصحراوي وزراعي وبحري أنا ذاك قبل سبعة عشر عاما سبعة وخمسين دولة الإسلامية لا تملك ألف وخمسمائة مطار أنا أعلم هذا هذا عملي أعلم هذا عندهم في خزائنهم ذهب ورثوا عن آبائهم الضالنين لا يدرى كم هو وتأتيهم ميزانية العمل من أوروبا وامريكا بمليارات لا يعلمها إلا الله مبالغ هائلة جدا ولو كفل المسلمون أسرة شهيد قالوا إرهابيون هم يعملون ليل نهار لدينهم ليل نهار لنصرة صليبهم يا إخوة والله يدهش المرط لما يسمع كيف يعمل هؤلاء المتطوع بالذات نحن وأنا أعلم هذا من أسف أقول هذا كثير من الدعاة الرسميين إذا قيل له اذهب في مهمة للدعوة وفي بلدي كذا قالوا كم الراتب وأين سأسكن في الحي دبلوماسي وكيف السيارة وكل شيء من بدري يرتب أمره اسمع امرأة عملت مع المجتمع مقابلة امرأة نصرانية في العشرينات بيضاء في مخيمات الصومال اليوم جاء المد الطاغي في الصومال وفيضانات واستوت الأرض مع الأنهار مع سارة مأساة عظيمة وطلع الناس فوق الشجر هربا من الغرق رأت رأى مراسل المجتمع خيمة هائلة ضخمة والناس فيها يدخلون ليموتوا أكرمكم الله يتغوطون مكانه يتبولون مكانه يتظلون الموت فرأى هذه المرأة بيضاء نصرانية في أول العشرينات مشمرة وتجمع بيدها اسمعوا يا إخوة اسمعوا اسمعوا وعوا انظروا الفارق تجمع بيدها عذيرتهم وغائطهم تخرجوا إلى الخارج وتغسل بولهم وثم تقوم بغسلهم والعناية بهم وإطعامهم جاء المراسل ماذا تفعلين؟ قالت أنا لما سمعت بالذي جرى جئت هنا كان أول يوم يموت كل يوم من ثلاثين إلى أربعين شخص بعد أسبوعين سير يموت في الأسبوع من ثلاثين إلى أربعين بعد عدة أشهر ذكرتنا نسيت الآن من ألف رعمية واربعة بعد عدة أشهر أصبح الموت الطبيعي المعدل قال من أين جئت ذكرت بلدا أوروبيا كم تقبضي من راتب؟ قالت أنا ما أخذ شيئا ولا شيء أعمل من أجل عيسى رأيتم؟ من أجل عيسى تعمل ما تقبض ريالا واحدا تعمل من أجل صليبها وعقيدتها الباطلة أين المسلمون الذين يعملون لعقيدتهم الصحيحة؟ الأستاذ أحمد صويان في مجالة البيان هذا خبر واحد في المجتمع واحد في البيان أما البيان فلما سارت المشكلة في موريتانيا بين الموريتانيين والسنغاليين على الحدود فالسنغاليون على النهر السنغال فالذي حصل قال ذهد إلى الحدود هو ذهب بنفسه ويحكي القصة قال وجد أولئك النسوة جالسات بينهن امرأة بيضاء نصرانية سألت فإذا هي نرويجية يعني أتت من أكثر بلاد العالم ترفا إسكندنافية بلاد إسكندنافية أكثر بلاد العالم ترفا وتمتعا بالحياة أتت إلى الحدود لتجز مع النسوة السوداوات اللواتي في حالة يرثى لها قال فلما جنة الليل رأيتها مع النسوة على رأسهن الجرار وعلى رأسها جرة هي هذه المرأة يذهبن ليملأن الماء من مكان بعيد وعادت معهن جرت ماء تضعى فقرأسي ما تعودت هذه هؤلاء النسوة تعودن هذه ما تعودت هذه جرت الماء ثقيلة ثلاثون كيلو أو أكثر كيف تضعى فقرأسي وتمشي بها هذه تضحية تضحية لصليبهم قال وأنا أراقبها موجود المجام وقال في البيان اقرأوها قال وفي الليل جلست هذه المرأة بين النسوة تغني لهن وترفيههن طبعا تطعمهن تعرض عليهم عقيدتها الخبيثة الباطلة أين المسلمون الذين يعملون لدين الله وينصرون دين الله تعالى هذا هو لا يعملون هكذا فالصمية لما قرر أن يعمل قرر أن يقارع تلك الدولة بالإمكانيات التي ذكرتها لكم ما قرر شيئا يسيرا لكن الله نصره وأعزه وجعله شوكة في حلق الفاتكان وفي جنبه كيف فضل الله ثم بهمة العجيبة ماذا قال لي هو يقول لي قال مرة أخذني الأخوة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر من أجل محاضرة فلما وصلت في ساعة وثلث كم الساعة عندكم الآن لما وصلت ثلاث دقائق ونتهي لما وصلت قال شققنا عليك شيخ قال شققت علي ساعة وثلث وصلنا سيارة مكيفة طريق ممهد شققت قال أنا أنتقل من قرية إلى قرية في إفريقيا في صندوق الشاحنة الخلفي وتستضم بشاحنة تدخل في حفر وتستضم أو أتحرك فيها ذات اليسار وذات اليمين ثماني عشرة ساعة حتى أصل إلى القرية ثماني عشرة ساعة في صندوق الشاحنة هذا هو الوجيه والثري والسري بين قومه لكن ننظر ماذا يصنع قال مرة اعترضنا مستنقع قال لابد من خوضه الوصول إلى القرية الماء فوق الأثداء مخلوط بروث بقر وطين قال ولابد من نزول وهو طبيب يعرف أمراض المستنقعات بالهارسيا ومالاريا ومصائب لابد من خوض المستنقع نزلنا قلت له كم يا أستاذ قال أربع ساعات أربع ساعات هو يمشي في المستنقع طيب لو تمساه خرج لو تعب الرجل عنده سكر أربعمائة يعيش على إبرانسولين يموت بدونها كيف يصنع هذا في وسط المستنقع لكنها الهمة العالية قال لي كم مرة طرت من بلد كم مرة منعت من دخول بلد كم مرة ضرب علي الرصاص كم مرة هدت بالقتل لكنها الهمة العالية والعزيمة النادرة قال مرة جئت أنا وزوجي وأولادي زوجي قال هو يقول لي ثرية جدا وجدا هذه ليست من مبالغاتي بل نص كلامي الأستاذ علمت فيما بعد أنا تملك ثلاثمائة وثلاثين مليون ريال ثلث مليار ريال ثروة زوجه قال أنفقت ما لها كله لمشاريعي في إفريقيا هذه المرأة العجيبة قال جئت أنا وزوجي وأولادي إلى قرية ما وجدنا الوكيل ما كان في جوالات ولا كذا خمسة أيام ينتظرونه طلبوا سكنا ما هناك سكن قال وجدنا جدارا أقمنا عنده خمسة أيام على الأرض نبيت على الأرض عند الجدار طلبنا طعاما قال ما هناك إلى الموز ما يصلح له الموز أربعمية سكري لكنهم الرجال آه خمسة أيام يأكل الموز وفي النهاية حصل على ما حصل عليه أجر الله على يديه ذلك الخير العظيم وفعل ما ذكرته لكم ووصفته كل واحد منه نفستين يكون سميطا آخر مش شرط هذا بالأفريقيا لسه شرطا هذا بالأفريقيا لسه شرطا أن يكون مثل أحمد ياسين ويجاهد في فلسطين لا مجال مفتوح أمامك صاحب المال بمالي صاحب التجارة بتجارتي صاحب الدعوة بدعوته صاحب العمل الخيري بعمل خيري صاحب العمل إغاثي بعمل إغاثي وهكذا وهلهم مجرة كل واحد منه يستطيع أن يكون سميطا آخر أحمد ياسين آخر لكن بنظرة أخرى وميزان آخر أنا هنا أرمي جمرات قبل ثلاث سنوات بين جمرتين وقف أمامي رجل لبناني أشيب منتصف الستينات هكذا أقرب إلى السبعين منه إلى ستين قال جئتنا في ألمانيا في هامبورغ قبل سبع سنوات تذكرني قلت لا والله يا أخي ما أذكرك ثم قبل أنا سبعة أيام ما أدري ماذا جرى ما هو سبع سنوات أنسس ما أستطيع قال لا تذكر يوم جئتنا في مرآب للسيارات موقف قراش يعني رفعوا السيارات منه وجعلوا مكان للمحاضرة تذكرت لأن المكان غريب تذكرت مباشرة قلت له نعم قال تكلمت مع السميت قلت نعم قال أنا عقب المحاضرة قررت أن أعمل مثل ما أعمل السميت قلت ما شاء الله وذهبت إلى إفريقيا سبع سنوات لي في إفريقيا أعمل قلت ما شاء الله قال أسلم على يدي ثلاثة آلاف شخص الله أكبر إذا رأيته ما تقدر أنه أعمل هذا العمل ما شاء الله لكن انظر للهمم كل واحد مننا سيكون جندية من جنود الإسلام عاملا لدين الله ناصرا لدين الله رافعا لراية الله في الأرض بقي العمل وما أظن بعد هذا التذكير من تذكير إلا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى بلادنا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وأن يجعلنا من جنده فإن جنده هم الغالبون ومن حزبه فإن حزبه هم الفائزون وأن يشرفنا بالعمل لدينه وأن يقرى عيننا بنصرة الإسلام والمسلمين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والله تعالى عالم وأحكم وأجل وأعظم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحب أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة